العالمين مش مجرد مدينة متقلقة عادية العالمين مدينة للثقافة والفنون والعلوم والرياضة والمهرجانات والموسيقى والسينما العالم عالمين مهرجان العالمين الجديدة عشرين تلاتة وعشرين لسه شغال بحمد الله بمنتهى النجاح فعاليات استثنائية الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط خليكوا فاكرين في يوم قريب لو ما كانش الصف الجاي هيبقى الصف اللي بقعده هيبقى واحد من أهم المهرجانات في البحر المتوسط بالكامل مش بس في الشرق الأوسط معايا على الهواء مباشرة زميلي العزيز كريم بيبرس يا بغتك يا كريم مساء الخير يا يوسف ومساء الخير على كل مشاهدي برنامج التسعة يعني الحقيقة يا بغتي يمكن يا بغتي مش بس عشان زي ما كنت بتقول إنه مهرجان العالمين من أهم المهرجانات اللي موجود دلوقتي في الشرق الأوسط لكن الحقيقة إنه كمان إحنا محظوظين إنه الفترة دي فترة الحر والصيف وصعب جدا للصبح من حزن حظنا إنه فعلا النهاردة واليومين دول الجو بالليل ممتع جدا 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 ودي ميزة من المبيزات المهمة جدا جدا في العالمين اللي هيجي دلوقتي يحضر المهرجان أو هيحضر الحفلات اللي موجودة أو هيحضر العروض اللي بتبقى موجودة هيبقى مستمتع جدا جدا وهتبقى فرصته الحقيقة إنه يهرب من الأجواء الصيفية خصوصا في ظل التغيرات المناخية الكبيرة اللي بنعدي بيها في مصر والعالم كله من حزن حظنا إنه العالمين الحقيقة اليومين دول حقيقي جواها ممتع جدا 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 والهوى ونسمة الهوى دلوقتي موجودة حوالينا وأنا بكلمك حقيقي كانت حاجة يعني مبدع حاجة إبداع حقيقي حقيقي لكن كمان يا يوسف خليني أقولك إنه المميز إنه اللي بيجي يسمع مهرجان أو حفلة دايماً هنسمع عن فكرة الشباب العائلات اللي بتيجي تتفصح وده موجود بالفعل لكن كمان كان فيه نقطة مبيزة جدا الحقيقة شفتها وجود الأطفال دايماً العائلات كانوا دايماً أكتر حاجة بيعانوا منها لما يجوا معهم أطفالهم إنه هل بس مرتبطينوا الصبح بس بالفول اللي هينزلوا البسين أو هينزلوا البحر بس ويجوا بقية الليل بقى تعبانين نقعد في المطعم بس ولا يعملوا بيهم إيه لكن الحقيقة إنه الكورنيش الحقيقة اللي موجوده تعامل جديد مدي مساحات واسعة جداً للي حابب الأطفال إنه هم يلعبوا بالعجل موجود فيه حابين هم يلعبوا بالباتيناج متاح الأماكن للأطفال متاحة طول الوقت فالعائلة لما هدي يجي دلوقتي لعالمين الحقيقة سواء كانت عائلة مصرية أو غير مصرية خصوصاً عشان المهرجان اللي موجود هيجوا إنه هم يستمتعوا بوقتهم سواء الصبح أو بالليل أو في وسط اليوم هيقدروا العائلات كلها تستمتع الشباب هيستمتعوا فدي كانت نقطة الحقيقة إيجابية جميلة جداً جداً للأطفال قد إيه مستمتعين بوقتهم الفترة اللي فاتت يعني لاحظنا الحفلات اللي حضرناها سواء سواء بقى الكنج الكبير محمد منير وليه البصمة الخاصة بي وقد إيه الناس كانت يعني منبهرة وجياله مخصوصه طبعاً هو ليه عالم خاص وليه متابعين والخاصين وكمان النجمة العالمية ليسة لكن الأسبوع ده كمان الحقيقة فيه نقاط مهمة جداً جداً هنتبعها يعني مثلاً الخميس الجاي عندنا الموسيقار العالمي عمر خيرت طبعاً الناس بتجيله مخصوص وعمر خيرت من مصر ومن برى مصر الأخوة العرب متواجدين بكثرة الحقيقة في العالمين الجديدة الحقيقة أنني كمان لاحظت وجود الأجانب من أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية موجودين كمان على المامشى معنا وبيتماشوا بيستمتعوا بالأجواء الخاصة بالعالمين الجديدة يمكن لها دايماً مميزة مصر بفكرة الشواطئ والبحر والشعب ولكن العالمين الجديدة كمان فتحت أبوابها للشواطئ بعد من ضفتها بعد ما كنا نيجي لعالمين الجديدة دا كان دايماً بنسمع قدق إلى العالمين الجديدة وإحنا عارفين أرض الألغام يعني اللي كان حابب بيخلص من حياته كان يجي لعالمين الجديدة الحقيقة كان يجي لعالمين عفوا انسع ott طلوقتي أنت بتيجي لعالمين الجديدة عشان عكس كده تمام تيجي تستمتع بحياتك تيجي ترفع عن نفسك وبتيجي تحضر أنت وعيلتك والشباب وأي حد يقدر يجي لعالمين الجديدة هي مكان مفهوش بوابات كل اللي حابب يحضر هيجي هيقدر يحضر الحفلات اللي موجودة هيجي يحضر يتمشح الكورنيش يقعد على الكورنيش يخش البحر كل شيء متاح الحقيقة كمان بجانب عمر خايرة الموسيقى العالمي كمان الحقيقة هيكون في حفلة خاصة به الفنانة الكبيرة كارول سماحة هيكون في حفلة حفلة لمصار إجباري عشان كده كل الفئات العمرية هيقدرين ان هم يستمتعوا بأوقاتهم الحقيقة في الأسبوع ده بجانب الاحتفالات والحفلات اللي موجودة والاستعارات اللي موجودة الحقيقة فيه كمان جزء مهم جدا هي طبيعة المكان طبيعة المكان طبعا طبيعة شاطئية البحر موجود فالحقيقة انه فيه بطولة الكرة كرة الطائرة الشاطئية دي بطولة عالمية بتحرك في كذا مكان فكرة البطولة دي بتحرك في كذا مدينة في العالم قرروا انه المرة دي يكون فيه نقطة مهمة جدا وهي في العالمين الجديدة ودي نقطة هامة هتكون هتبني على أساسها وجود البطرات دي بشكل عام هنا في العالمين الجديدة وكمان الناس تيجي تقدر تحضر وتتفرج بجانب الكرة الشاطئية كمان الحقيقة فيه أماكن ومسارح داخل الممشا نفسها للإستعراضات الخاصة بالشباب الصغير الفرق الصغيرة الموسيقية اللي بيطلق عليها الأندر جراوند كمان موجودة الحابب يعرض موهبته من الفرق الصغيرة موجودة في أماكن للإستعراضات هنا في الممشا الجديد في العالمين عشان كده إنه المهرجان بشكل أو بآخر متكامل قادر إنه هو يجذب الانتباه للعائلات الكبيرة قادر يجذب الانتباه للشباب قادر يجذب الانتباه للأجانب قادر يجذب الانتباه للمصريين كل شيء الحقيقة متاح هنا في العالمين كمان الممشا يمكن جميل جدا عشان هو مش بس بيبص على البحر لكن كمان بجانب المكان اللي بيقام فيه الحفلات والاحتفالات اللي بتبقى موجودة مش كل الناس بتلحق تحجز التذاكر مش كل الناس عندها القدرة إنها تدفع تمن التذاكر كمان فيه شاشتين أملاقتين موجودين على الممشا واحدة إما في الأبراج أو آخر الممشا ممكن إنت أو إنت قاعد تتفرغ على الحفلة بشكل عام كأنك قاعد تتفرغ عليها في التلفزيون موجود الحقيقة في نظر أن إنت تستمتع بالجو اللي موجود وكمان تستمتع به أجواء الحفلة بدون ما تكون داخل الحفلة فالصورة بشكل عام مبهجة كمان تكلمت مع الناس الحقيقة اللي كانوا موجودين النهاردة فيه الممشا وتكلمت مع العائلات وتكلمت مع الشباب الصغيرين وتكلمت مع الأطفال وقد إيه هم مبسوطين جداً جداً حقيقة بوجودهم في العالمين وقد إيه كمان الناس اللي كانت دايماً بتيجي السحل الشمالي بشكل عام بتيجي القرى بتيجي الأماكن المختلفة قد إيه دلوقتي العالمين الجديدة بقى ليها طابع خاص ليهم وحبوا يجوها كمان المول اللي موجود جديد مع الأبراج الناس بتجيله مخصوص تتمشى فيه تقعد فيه إذن هي المهرجان شامل وكامل خصوصاً بعد ما عدى تقريباً عشرين يوم أو أكتر من عشرين يوم لأنه هو طبعاً خمسة وأربعين يوم هيوصل لحد ستة وعشرين تمانية بيستهدفوا إن احنا نوصل لمليون زائر بالفعل الإقبال رهيب والبسمة كانت الحقيقة مرسومة على وجوه كل الناس ما اتكلمت معها النهار دا يوسي حاجة جميلة كريم وأنا مش عايز أحسدك ما شاء الله ربنا يا رب يعني يسعدك في الكم يوم اللي انت عيده منك وترجعنينا طبعاً بألف صحة والسلامة حاجة عظمة 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 أنا بشكرك كريم كل الشكر زميل عزيز كريم بيبرس خدت بالك كريم قال إيه؟ قال جملة مهمة جداً أنا كجماعة أنا كمان مش بس لاحظت إنه في سائحين من الإخوة العرب لا دا فيه ناس جاي من أوروبا وناس جاي من أمريكا أنا هنا حط لك بس قصين كده ركز فيهم واحدة واحدة هو إحنا كنا نعرف إن السياحة الأوروبية أو الأمريكية بتيجي جنوب سينة بتيجي البحر الأحمر بتيجي السيوة بتيجي الأقصر وأسوان بتيجي القاهرة تمام؟ فكنا بتعتمد أكتر إما على إنها سياحة ثقافية المزارات والحاجات الجميلة اللي عندنا والأسرار العظيمة أو إنه بيجي السياحة بتاعة الغطس والشاطئ بس ناحية البحر الأحمر أو السياحة البيئية اللطيفة ويعيش حياة مختلفة جوة السيوة إلف يوم كلام من دا هو إحنا كنا وإحنا ماشيين في السحل الشمالي بنشوف أوروبيين وبنشوف أمريكان ما حصلتش طب دلوقتي بقى بتحصل كل حاجة بتحصل في مصر دلوقتي في خلال التمن تسع سنين اللي فاتوا دول بتتولد كبيرة أنت عارف العالمين كلها عمرها كم سنة؟ من ساعة ما قلنا قلنا هنبني وإحنا بنين العالمين الجديدة 2018 يعني أول جروف أول لودر يرفع شوية رملة 2018 اللي انت شايفه دا بدأ بدأ تأسيسه كده أساسات حفر نداحة من البحيرة هنا نعمل كده مش عارف إيه كلام 2018 يعني في قل من خمس سنين بقى عندك كل دا عملية أن العالمين موجودة وإحنا بنروحها وما إلى ذلك بقى نقول إيه سنتين ونص تلاتة لكن إنها تتحول إلى وجهة سياحية عربية وأوروبية دا جديد الحاجة في مصر بتتولد كبيرة وعشا مصر كبير